أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن توجيهات جلالة الملك بتخليد ذكرى الشهداء في السابع عشر من شهر ديسمبر والذي يصادف ذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم رمز واضح على المكانة التي احتلها الشهيد لدى جلالة مؤكدا أن هذه اللفتة جاءت من قائد واب شهم مشيرا سموه لأن الاحتفاء بيوم الشهداء هو عرفان من مملكة البحرين بمكانة هؤلاء في ضمير وجدان الأمة والذين ضحوا بأنفسهم وروحهم في سبيل كرامة وحرية أبناء المملكة ودفاعا عن الحق والعدل وأشار سموه لأن إعلان جلالة الملك المفدى يوم السابع عشر من ديسمبر يوما وطنيا للاحتفاء بذكرى شهداء المملكة يعد مصدر فخر واعتزاز تقديرا ووفاءا لما قدمه شهداء المملكة من تضحيات جسام حتى بذلوا أرواحهم طاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني في المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج العربي والدفاع عن الشرعية في اليمن مشيرا سموه بأننا في مملكة البحرين لن ننسى تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أرواح التضحيات وأنصع صور العطاء وهي محل فخر لنا باعتبارهم نموذجا للتضحيات في سبيل حماية وطنهم والأشقاء من دول الخليج العربي ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق مؤكدا أن شعب البحرين لا ينسى نماذجه المضيئة وفي مقدمتهم شهداء الوطن لأن عطاءهم لا يوصف اشتركوا في القناة